كتاب عثمان رضي الله عنه إلى أهل الأمصار يستعدهم ويذكر لهم ما يحدث في مدينة رسول الله مما جاء في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب أرسل إلى البصرة والكوفة والشام والفصطاط مصر يقول بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله عز وجل بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا فبلغ عن الله ما أمر به ثم مضى وقد قضى الذي عليه وخلف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه وبين الأمور التي قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهه فكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ثم أدخلت في الشورى على غير علم ولا مسألة عن ملأ من الأمة ثم أجمع أهل الشورى على ملأ منهم ومن الناس على غير طلب مني ولا محبة يعني أجمع على أن يكون عثمان هو الخليفة فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون يعني عمل بالكتاب والسنة تابعا غير مستتبع متبعا غير مبتدع مقتديا غير مقتديا غير متكلف فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله بدت ضغاء وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى إلا إمضاء الكتاب يعني بعض الغوغاء أحدثوا أحداثا من غير أن يكون لهم بذلك حجة فطلبوا أمرا وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر يعني زعموا أشياء أنهم يريدون الأمر بالمعروف والناع المنكر ولكنهم يريدون التخلص من أمير المؤمنين فعابوا علي أشياء مما كانوا يرغبون وأشياء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم وأنا أرى وأسمع أنا أرى مفاسدهم وأسمع ولكن لا أذيهم فازدادوا على الله عز وجل الجرأة حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأرض الهجرة وثابت إليهم الأعراب فهم كأحزاب أيام الأحزاب أصبح مثل الأحزاب الذين حضروا مديرة رسول صلى الله عليه وسلم أو من غزان في أحد أو من غزان في أحد هذا كتاب أرسله عثمان رضي الله عنه ردة الفعل كان في أهل البصرة بعض الرجال العظام كعمران بن حسين رضي الله عنه وأناس بن مالك وهشام بن عامر ومن التابعين كعب بن سور وهرم بن حيان العبدي بدأوا يحضون الناس للخروج من البصرة لإغاثة المدينة المنورة وإغاثة أمير المؤمنين وفي الكوفة كان من الصحابة عقبة بن عمر وعبد الله بن أبي أوفة وحنظلة بن الربيع ومن التابعين أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم مثل مسروق والأسود وشريح وعبد الله بن حكيم وكانوا يجهزون الناس ويحفزونهم على المسير من الكوفة إلى المدينة لنجدة أمير المؤمنين أما في الشام فمعاوية بن أبي سفيان جهز جيشا بقيادة حبيب بن مسلم الفهري لكي ينطلق من الشام إلى المدينة لينجد أمير المؤمنين وفي مصر كان هناك جيش بقيادة معاوية بن حديج السكوني وخرج لنجدة أمير المؤمنين وفك الحصار عن المدينة طيب ما هو وضع الحج في هذا العام طبعا ذكرنا أن عثمان رضي الله عنه لم يستطع الحج في هذا الوقت فأرسل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعينه أميرا للحج فعبد الله بن عباس قال يا أمير المؤمنين بل أبقى معك وأدافع عنك فقال لا لا يصلح الناس إلا ذلك اذهب وكن أميرا للحج وكان مما قال ابن عباس رضي الله عنه أكن معك وبجانبك يا أمير المؤمنين في مواجهة هؤلاء فوالله إن جهاد هؤلاء الخوارج أحب إلي من الحج فقال له عزمت عليك أن تحج بالمسلمين فلم يجد ابن عباس أمامه بد إلا أن يطيع أمير المؤمنين وكتب عثمان رضي الله عنه كتابا إلى الناس في الحج يقرأه عليهم ابن عباس ومما جاء في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أذكركم بالله عز وجل الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر وأراكم البينات وأوسع عليكم من الرزق ونصركم على العدو وأسبغ عليكم نعمته فإن الله تعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور لغير ذلك من الآيات الكثيرة التي حفلت بها الخطبة ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة والجماعة وحذركم المعصية والفرقة والاختلاف ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه فاقبلوا نصيحة الله واحذروا عذابه فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف يعني سبب هلاك الأمم في اختلافها إلا أن يكون لها رأس يجمعها وهو أمير المؤمنين ومتى ما تفعل ذلك لا تقيموا الصلاة جميعا وصلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرمة بعض إذا سأثارت الفتنة وقتل الخليفة سيؤدي ذلك إلى اقتتال بين المسلمين ويستحل بعضهم حرمة بعض قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم ذكر عثمان رضي الله في رسالته أن أقواما أظهروا للناس أنهم يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون الدنيا ولا منازعة فيها فلما عرض عليهم الحق إذ الناس في ذلك شتى منهم آخذ للحق ونازع عنه حين يعطاه ومنهم تارك للحق ونازع عنه في الأمر يريد أن يبتزه يبتزه بغير الحق طال عليهم عمري وراث عليهم الإمر فاستعجلوا القدر وقد كتبوا إليكم أنهم قد رجعوا بالذي أعطيتهم ولا أعلم أني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئا كانوا يزعمون أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد فقالوا كتاب الله يتلى فقلت فليتله من تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب قالوا المحروم يرزق والمال يوفى ليستنى فيه السنة الحسنة ولا يعتدى في الخمس ولا في الصدقة ويؤمر ذو القوة والأمانة وترد المظالم إلى الناس فرضيت بذلك واستبرت يعني يبين لهم عثمان جميع ما عاب عليه أصحاب الفتنة وكيف أنه يرضخ للحق رضي الله عنه وأنه أعطى الحق لأصحابه وحكم بالحق والعدل والخطبة طويلة أتركها لحضاراتكم فلم قرئت هذه الخطبة في يوم التروية بمكة وبكى الناس من هذه الخطبة المؤثرة وهاجت عواطفهم لحماية خليفة رسول الله لما يعلمونه من صدقه وإخلاصه وتمسكه رضي الله عنه وأرضاه بالحق وتمسكه رضي الله عنه بالحق وسلم اشتركوا في القناة